أظهرت بيانات مبدئية من خدمات الجمارك الكورية أن واردات كوريا الجنوبية من النفط الإيراني خفضت بنسبة تقارب 43.5% ما يعادل 5 ملايين و800 ألف برلميل وفقا لحسابات خبراء اقتصاديين وستنشر شركة النفط الوطنية الكورية التي تديرها الدولة البيانات النهائية لواردات كوريا الجنوبية من الخام في وقت لاحق من الشهر الجاري في السياق أكدت وكالات أخبارية أن الهند تدرس خفض واردات النفط الإيراني بنسبة 50% وكانت مشتريات شركات التكرير الهندية من النفط الإيراني قد تراجعت نحو 12% في يونيو الماضي وبدأت واردات النفط الإيراني بالانخفاض مع انسحاب ترامب من الاتفاق النووي ويتوقع محللون اقتصاديون استمرار تراجع صادرات نفطية إلى مستويات قياسية مع دخول الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية حيز التنفيذ والتي تستهدف الدول المستوردة للنفط والغاز الإيرانية